أيضاً فيه الخلاف مع الشيخ أن الشيخ قام أن الشيخ قام بوضع تفاسير هذه التفاسير هي للأخبار وحاول أن يحلل بعض المسائل العقائدية بطريقة غير ملوفة واستعمله في ذلك بعض المفردات أو بعض الكلام الذي قد يعده البعض مجملاً يعني غير واضح فوقع الكثيرون فيه بين حيص وبيص يعني في حيرة منهم ومما حاوله هو أن حاول أن يفسر بعض العقائد الإسلامية بطريقة مختلفة على المنهج المغروف ومنها تفسيره للمعاد الجسماني ومنها تفسيره للمعراج مدعياً أقول البعض أن واحداً من أسباب وقوع الشيخ في المشاكل هو محاولته تفسير بعض القضايا العقائدية بطريقته الخاصة فحصلت عنده اشتباهات و ذهب إلى مور ترجمة نانسي قنقر